دعا ترحيل وتسليم المفاتيح لعدد مختبر من السكان إلى هذه الشقاقي بالقطب الحضرية الجديدة استفصافة يجد هؤلاء ما يشبعوا حاجيتهم في ظل النقص وبالأحراء الغياب المسجل لأدنى المرافق الضرورية بما دفع الكثير منهم بهجر سكانتهم سكانة تبدو شاغرة حاولنا التأكد فكانت الصدمة مرحبا بكم في موقع 1300 تمسكن عدل اتمنى احنا كنا متمنين ان شاء الله نلتقي بكم في ظروف احسن من هذه ولكن للأسف كما راكم تشوفو احنا استلمنا مفاتيح كالي استلمهم في نوفمبر كالي استلمهم في جانبي وللأسف الموقع يعني راهو مزال خالي ما كاش يسكن فيه السبب ان عدم المرافق الموقع 1300 تمسكن ما فيه حتى مرفق لحد الان احنا كمواطنين يعني قدرنا اجتهادات رحنا الوزارات السكن رحنا الولايات رحنا المجلل الشعبي الولائي اه كالي استقبلونا كالي ما استقبلوناش من بينهم اللي استقبلنا سيداود عبد المؤمن رئيس المجلل الشعبي الولائي استقبلنا مرتين على كل حال وعدنا ينقل انشغالات التوعنا للوالي والمسؤولين ولكن لحد الان احنا عدنا مجرد وعود كان وعود كان وعود في الميدان مزال بريكا ما حطوهاش مزال ما بنواله احنا بلا مرافق ما نقدروش نسكنه احنا بلا ابتدائيات ومتوسطات بلا امن بلا صحة بلا تغطية شبكة الهاتف النقال والانترنت بلا الترانسبور موقع جبالي كما راكم تشوفوه يعني ابسط وسائل دينا مفتاح جامد مجرد مفتاح تقدر باش تقول مرقد ما تقدرش ترقده هنا البرد هنا وكتقول الجبل وكذا ما كاش المسخون ما كاش وين تسخن ماكلا تاكلها وين طيب يعني ما تقدرنا نشوفو ديارنا ونتحصروا هكذا ونندبو حدنا ونروح هوران احنا من 2013 ماركين عد 2013 يعني احداشن سنة وحنا ننتظروا المشروع تأخر بحوالي او متأخر بحوالي تلت سنين متأخر على موعد انجستيا الى جانبي كل هذا النقص للمرافقية الضرورية مع الاهمال تختصر هذه المشاهد مباشرة من حي الصفصف 1300 مسكن ولكة البرد يعني احنا نطالبوا انه السلطات تنظر نظرة نظرة اكيدة على وش رانا نعاني وحنا يبني وما زل ما كي نحتحها جارياليزي مكاش عدنا يا الانارة هاي هذا وين بدأت ما مش عالوها من ذاك عندنا المشكلة عذراري هنا يا يقرأوا ما كانش وين يقرأ معظم المكتتيبين ليستفادوا من السكنات هنا عندهم اطفال رح يبدأوا الدراسة يبدأوا التمدرس الابتدائي من كان حتى مرفق ما كانش ابتدائية ما كانش متوسطة ما كانش وهذا يعطل انهم يجوا يسكنوا مشاعر مختلفة بين الفرحة والحزن تركنا هؤلاء المستفدين وامالهم متشددة بالكثير من الامل تعيد اليهم فرحتهم انتظرها اكثر من اربعة سنوات بثي الرحيل هذه المرافق التي من شأنها تظلل الصغابة وتسهيل من حياتهم اليومية